المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجهال فهي أم وأخت وزوجة وابنة ولكي تقوم المرأة بدورها على أكمل وجه فلابد أن تتحلى بجميل الخصال وذلك بأن تقتدي بالشخصيات النسائية التي أشاد بها القرآن وسنة كمريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن وغيرهن من الصالحات فالقدوة من الأمور المهمة في اكتساب جميل الخصال ومن جميل خصال المرأة المسلمة تقوى الله تعالى في أداء فرائضه وفي حق الزوج والوالدين والأولاد والصبر فهي صابرة على الطاعة وصابرة عن المعصية وصابرة على أقدار الله تعالى والتضحية فهي تضحي براحتها ونومها من أجل زوجها وأولادها بل كثيرا ما تضحي بنفقتها ومالها من أجل بيتها ترجو بذلك وجه الله تعالى والهمة العالية فلو قومت أعمال المرأة في بيتها لزادت على أعمال الرجل فإن السكينة وتهيئة البيت والطعام والعناية بالأطفال وغير ذلك من مهمات المرأة والحياء وهو من أجمل الخصال التي تزين المرأة وهي معينة لزوجها على طاعة الله تعالى وتنقاد له في غير ما حرم الله تعالى كي يتحقق الاستقرار العائلي وهي لا تتطلع لغير زوجها كما أثنى الله تعالى على نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف أي لا يتطلعن لغير أزواجهن وهي تحفظ زوجها في عرضه وماله قال تعالى الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ومن فطنتها الوعي بما يحاك حولها من مؤامرات لإبعادها عن دينها فإن أعداء الأمة علموا أنها متى حصنت نفسها بسياج العفة والخصال الكريمة كانت من أعظم أسباب القوة في العالم الإسلامي فوجهوا سهامهم نحوها ووعي المرأة المسلمة بذلك يبطل كيدهم ويفسد تخطيطهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت ترجمة نانسي قنقر